موسيقى سبب الغياب غياب طال خمس سنوات عن جمهورك عن التفاعل معهم في حفلات ايش سبب هالغياب؟ هو ما في غياب هو غياب عن الحفلات العامة لكن تواجدين من خلال الانتاج الفني موجود ما انقطع انقطعت عن الحفلات العامة والجماهيرية المسجلة كمان بس ما بيشتاق عبد المجيد انه يغني في السعودية في واحدة من المدن السعودية في جدة في الرياض مثلا طبعا انا كل فترة بغني بس بغني مو حفلات عامة بالضبط هذا الشيء مثلا يحزنك زمان كان موجود الكلام ده بس لحين لا ما ادري يعني اتمنى ان شاء الله انه تكون الحالة افضل ان يكون في دعم من الدولة انه بتعمل حفلات عامة مرتبة يعني انا من ولادة مسرح يعني بداية الفنية كانت في مسرح كان التلفزيون بيعمل مسارح وبيقدموا كل الفنانين اللي موجودين وبيقدموا فنانين مواهب جديدة استاذ عبد المجيد كمان موضوع الغناء في بعض الدول يمكن تحديدا كان اغلب المهرجانات او اغلب الحفلات كانت تتركز في لبنان وفي مصر ومظلا للأوضاع وانت انقطعت في هالفترة هل كان جزء منها كمان نوع من التضامن مع هالثورات ام لانه انت يعني تحس انه ما في يعني يعني حتى الغناء في مثلا لندن او باريس لا يعود عن الغناء في الدول العربية صراحة يعني هو المناخ ما كان حلو احنا يعني بنتواجد في الصيف ان كانت في اوروبا حفلات عشان التواجد للجالية الخليجية او العربية كمان بس احنا نتمنى انه المناخ يصير افضل عشان نتواجد في القاهرة ونتواجد ان القاهرة بتعمل مهرجانات لبنان بتعمل مهرجانات يريد ترجع دي زي زمان ان شاء الله ترجع ان شاء الله الاوضاع تهدى يا رب ان شاء الله طيب عبد المجيد طبعا انت كل فترة فنية في حياتك ممكن تقسيمها وكمان مين بتتعامل مع مين فالفترة الاخيرة في تعاونات كثيرة كانت مع تركي وسهم تحديدا فهل نتوقع ان هذه المرحلة رح تستمر ام انه كعادة عبد المجيد بعد فترة رح يرجع وعنده شيء جديد وناس جديدين فريق عبد المجيد الجديد يعني لا هو شوفي هي مراحل اكيد انه تركي من الشعراء وشعر له له سنين وسعيد جدا بتعاوني معاه انه هو شعره ملحن في نفس الوقت سهم احتضنته من بدايته من 2003 وتوسمت في الخير والحمد لله انه الآن عمل اسم حلو واعتمنى ان شاء الله انه يكون في عندنا اكتر من تركي وسهم هنا عندنا مشكلة انه لازم يكون في كوادر فنية ان كانت مؤلفين او ملحنين احنا نعاني من الموضوع ده يعني اتمنى يا رب انه يكون في اكتر تمي يمكن البرامج الغنائية يمكن لازم تتوجه الاكتشاف مواهب التلحين والشعراء اكثر من يعني انتاج او اطلاق مطربين البرامج دي بتخدم الفنان الصوت لكن احنا يريد ان يكون فيه برامج والله حلوة فكرة حلوة دي خلاص نطلقها سوا يريد ان يكون فيه برامج بتدعم نبيع الفكرة صليت الضوء على المؤلف والملحن والله حلوة الفكرة دي طيب غياب صالح الشهري عن الساحة روحوا حاضرة رحمة الله عليه والحان الجميلة موجودة وباقية فينا ومؤثرة فينا و... هل مخبيلوا شيء اعمال؟ فيه اشياء يعني من الاشياء القديمة يعني اللي كلامها ما كمل واللي يعني محتاجة شوية بس موجودة عندي اشياء ان شاء الله رب اني اقدر اسوي شيء فيها مرات سنة والقلب ذبح الهجر مرات سنة والهجر عيا ما استحى مرات سنة مرات سنة وانا انتظر مرات سنة والوصل لايم ما صاحة مرات سنة مجا من الغاليخة بردارت على حب المحبين الراحة نرجع لموضوع التعاونات يعني هي كمان لا تقتصر على يعني كما ذكرت صار انه الفريق العمل من ملحن وشاعر ماذا عن التعاون مع مطربين اخرين يعني سمعنا لك دوتو مع راشد الماجد واكيد تعاون مع محمد عبدو هل تعجبك هذا النوع من التعاونات او الديو كل اللي سويته مع الزملائي كان ممرتبه يعني يعني هو المنتج هو شاعر يعني الشاعر المنتج هو اللي اللي نفكر في الفكرة هذي وجاب الستاف دا وغنى ولكن انه يعني عمل احنا نرتب له ما اصار الا في اغاني خاصة زي الرياضية او مناسبات افراح اغاني مناسبة وطنية هذي بتترتب يعني بما انه ذكرنا تعاوناتك مع الفنانين التانية اكيد انت بتطلع كمان على اعمالهم ويمكن اخر عمل لمحمد عبدو الفنان الكبير طبعا محمد عبدو اثار كثير من الجدل وخصوصا مثلا اغنية زي وحدة وحدة اللي كمان صورها وصور كثير من البومات ايش رايك في هذه التجربة والله شوفي احنا خضنا تجربة يعني انا وجيلي زملائي اخضنا تجربة الفيديو كليب وخرجنا منها بخير الحمد لله وابو نورة اعتقد انه جديد الموضوع ده عليه فعاجب الموضوع ده بس اشوف انه يعني هي اخذت حجم اكبر من اللازم وهي اغنية عادية يعني صورها والتصوير قد يصيب وقد يخطي في نظرك اصاب ام اخطأ هو اجتهد وانا اشوف انه ابو نورة يعني الله يعطيه الصحة والعافية بالنسبة لي انا يغني ما يشاء ويفعل ما يشاء لانه ابو نورة هذا شيخ الفنانين شيخنا هذا انت ذكرت انك تبعت محمد عصاف ويغني احل اغانيك من الترمسلسل شو رأيك بهذه الاصوات وكل يوم كل يوم نقول اليوم اغلب الاصوات اللي ظهرت في البرنامج كانت عظيمة واللي طلع فيها هو محمد عصاف بلا شك انه موهبة عظيمة جدا ولكن انا ما ادري انا لي اتحفظ على البرامج هذه يعني موهبة زي محمد عصاف اخذ الضو اللي 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 الفنان عشان يوصل لها المستوى من الشهرة ومن ياخد له ثلاثين سنة هو صوها في سنة بس انا انا يعني ايحزني الشباب دولا ايش هقدم بعد كده طيب ما هو اخذ كل الافه كل الدنيا اخذها يعني ايش بحقدم غنى غنى احلى الاغاني اللي كانت موجودة وهو قيمة فنية بلا شك صوتي يجنن اتمنى ان شاء الله انه يتوفق في كلام حلو ولحن حلو عشان ينس الناس اللي غنى الاشياء الحلوة اللي غنى ايبدأ هو ايش يبدأ دي مشكلة مشكلة كل المواهب الجديدة اللي صوتها حلو ونجحت طيب انا حابة شوية يعني ابعدك عن الفن عبد المجيد عبد الله مين يشجع في الدوري السعودي انا اشجع من انتخب هذي اجابة جدا دبلوماسية بس اكيد عندك ميولك والله نتحادي الله عليك احييك كده طبعا بسط جدا ولكن انا مني متجدد يعني وسطي بلي اتحادي برالي بارك الله فيك قل لا لوصلني من ناحي كفيني عمر كيف يضرع طعني سكيني الغدر قل لا كان لي عنده قدر لدي لقنا أمام الناس سيسلم لا يبين اي حد مننا متقلم لا يخلينا حكاية كفاية ما جرى منها كفاية انت قلتني اسألك في الاقتصاد في التجارة في هذه الأشياء كلها فانا بدي اسألك فعلا في هذا الموضوع هل أعمال عبد المجيد الخاصة سرقته من الفن وكان ممكن يعطي أكثر ألبومات وأغاني وحفلات الأغاني الخاصة هي أغاني في الأخير زي حتى الأغاني اللي أنا بنتجها هذه أغاني خاصة اللهم أني أنا اللي بنتج الأغاني الخاصة هم اللي بنتجوا أي فكرة واحدة شوفي الأغاني الخاصة بسلبياتها لكنها بتحرك الساحة الفنية وفي منها أغاني بتطلع حلوة وتنجح وتبصم وتعلم فأعتقدنا ظاهرة صحية لأغاني الخاصة لا نقول عليها أن أغاني خاصة لا هي ظاهرة صحية وجودها مهم وموجودة من القدم من أيام كل ثم ترى في أغاني خاصة احنا بنشكرك على الوقت اللي عطتنا يا ورهادي سعيد جدا خلقا كلامكم ترى أنا متابعينكم يسعدنا ودائما حتى كنت أقول الأستاذ سالم أقوله ترى أنا أشوفكم وبعدها أنا طبعا أنت تتكلم عن أستاذ سالم الهندي مدير رتائنا أيو فاهم كثير كثير سعيد جدا بأول شيء وجودي معاكم وفرحان أن أشوفتكم اللايف عادة يعني أتابعكم يوميا تغيرنا عليك من اللايف والله أحلى بصراحة شكرا شكرا كلك ذوب وعلى هذا الكلام الجميل رح للمقابلة يمكن تغير رأيك بعد ما نتكلم أكثر فمنشكرك على وجودك معنا ويعطيك الفاف شكرا شكرا لك